موسيقى طيب طب ايه هي المصطلحات بتاعت الكرازة يعني عندنا في حاجة اسمها حوار الحوار عبارة عن ما بين اتنين او ما بين اكتر من واحد ويتم التحاور والمناقشة على فكرة الحوارات دي قد تكون هادئة وقد تكون ساخنة قد تكون مرات متشددة ومرات متفاودة يعني بتتخطى الخطوط الحمراء بس الصفة العامة للحوار هو اننا بنحاول في الحوار ان احنا نتبادل المعلومات الخافية عن الاخر عن طريق الاسئلة والاجابة طبعا يعني الدافع لازم يكون محبة وتفاهم وكمان توضيح الفكرة لانه مرات كتير بيكون في يعني مسكونسيبشنز يعني بيكون في يعني عدم الفهم يعني مثلا بنستخدم اصطلاح فبعبر عنه بفهم تاني بالزبط فالحوار هو بيشرح بيفهم ليه احنا بنتكلم في هذا الموضوع وعشان كده اي حوار ناجح يا خنزار لابد ان يبدأ بتفصيل المصطلحات ليه علشان حضرتها تكون فاهم انا لما استخدم هذا مصطلح اقصد ايه وانا افاهم لما حضرتك تستخدم المصطلح الاخر تبقى انت تقصد ايه بالزبط فتحت الحوار فيه مدرستين على فكرة فيه اول مدرسة بتكلم هنا الوقت على الحوار مثلا المسيحي المدرسة الاولى بتستخدم كلمة الله وبتستخدم تشبيهات للتفسير كلمة الله او لتصحيح المصطلحات او مثلا في بعض المدرسة دي بتستخدم مثلا الشمس كنوع من الكناية او الدلالة على السلوس يعني الشمس القرص والحرارة والضوء انا ضد على فكرها هذه التمثيل بس انا بتكلم انا لوقت بشرح المصطلح ولكن في مدرسة تانية المدرسة التانية بتاخد الابروتش او المبادرة في اني اخد من مفهومك وابني عليه مرات انا باستخدم هذا التعبير يا خنزار الحوار عبارة عن رسالة ولغة فانا عندي رسالة عاوز اوضحها في هذا الحوار طب استخدم اي لغة يعني يعني انا عشت في ايطاليا كم سنة بس لو انا في ايطاليا لم اتكلم العربية لكن استخدمت اللغة الايطالية علشان الناس تفهم انا عايز ايطاليا اوو بارل ايطاليانو سي او بارل ايطاليانو نانشي بارل ايطاليانو نومي بياشو بارل ايطاليانو سي سي فبناءا على كده الحوار استخدم اللغة عشان كده مدرسة انا بشجعها هي انا بستخدم خصوصا لما استخدم اتحاور مع واحد ملحد لابد ان استخدم معلوماته عن الالحاد علشان اوصله الفكرة عن النوم يوجد اله لما اتكلم مع واحد من خلفية مثلا من شهود يهوى لازم اعرف هو بيتكلم ومن هذا المنطلق ابتدأ اتكلم موسيقى 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 موسيقى